السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي القسم الأدبي في مقررنا الخدمة الاجتماعية كنا طلابنا الأعزاء قد بدأنا في الفصل الثاني في خلال حصاصنا السابقة وتحدثنا في طرق مهنة الخدمة الاجتماعية وفي طريقة خدمة الفرد وطريقة خدمة الجماعة واليوم ننتقل إلى طريقة تنمية وتنظيم المجتمع كما تعلمون طلابنا الأعزاء لطريقة تنمية وتنظيم المجتمع مجالاتها وأقراضها ومبادئها ودور الأخصائي في تطبيق طريقة تنمية وتنظيم المجتمع سنتحدث عنها اليوم في حصتنا هذه تفصيلا بإذن الله ولكن دعونا أولا نبدأ ماذا معني بمهنة تنمية وتنظيم المجتمع طبعا قصة طريقة وتنمية وتنظيم المجتمع لهذه الفكرة عدة تعارف سوف نستعرضها نستعرض هذه التعارف علما أن كل هذه التعارف هي تعارف مناسبة موائمة ومماثلة الحقيقة ولكن كل واحدة منها رؤية مختلفة بطريقة مختلفة ليست أماما التعريف الأول تعريف تنمية وتنظيم المجتمع يقصد بتنظيم وتنمية المجتمع في إطار طرق ومناهج الخدمة الاجتماعية كل تلك العمليات والأنشطة والفعاليات التي تؤدي إلى الموائمة بين الحاجات الاجتماعية وبين الموارد المتاحة في مجتمع ما أو جماعة ما من أجل تحقيق الأهداف التنموية تعريف آخر لتنمية وتنظيم المجتمع هي عمليات تقوم من خلالها المجتمع بتحديد حاجاته وأدافه وترتيبها حسب أولوياتها وأهميتها والعمل على بعض الثقة وإثارة الحماس لتحقيق هذه الحاجات والاهداف وتحديد المصادر والموارد اللازمة من أجل الزهار ونمو المجتمع من خلال تنمية الاتجاهات التعاونية والعمل الجماعي المنظم تعريف آخر هو تعريف مهم هو ما عرفته أهيئة الأمم المتحدة أن تنمية وتنظيم المجتمع عمالية تهدف إلى النهوض بالخدمات وتحسين الرعاية الاجتماعية عن طريق مساعدة المجتمع للتعرف على حاجاته وحشد وتسخير الموارد لإشباع هذه الحاجات بالإضافة إلى تنسيق البرامج والخدمات القائمة في المجتمع والعمل على تطويرها كما أيضا تعرفها بأنها توسيع الفرص والخيارات أمام الناس في حياة مديدة وصحية ومرفهة وفرص عمل وظروف معيشية وسكنية واجتماعية واقتصادية ونحوية طبعا هناك عدة مجالات لطريقة اهتمام بطريقة تنمية وتنظيم المجتمع ماذا يهتم بماذا تهتم طريقة تنمية وتنظيم المجتمع طبعا تركز مجال اهتمام في طريقة تنمية وتنظيم المجتمع في الآتية في عدة أمور أولها التأكيد على أهمية تنمية الموارد الذاتية للمجتمع وتنظيمه بشكل يحقق إشباع حاجات أفراده ووصولها إلى أعلى مستويات ممكنة للمعيشة في ضوء مبادئ العدالة الاجتماعية وحق الجميع في ثروة المجتمع طبعا لكل فرد في المجتمع حق في هذه الثروة سواء كانت من الموارد الطبيعية أو من الموارد الاقتصادية ثانيا تنسيق الخدمات القائمة في المجتمع والعمل على تطويرها نحو الأفضل بما يحقق سعادة الإنسان ورفاهية طبعا أي مجتمع غايته الأولى يفترض أن تكون غايته الأولى هي تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته وأي دولة أو حكومة يجب أن تسعى لرفع مستوى معيشة الأفراد بشكل عام وبالتالي رفع مستوى معيشة المجتمع بكامله الاستناد على أساليب البحث العلمي لتحديد حاجات وإمكانات ومشاكل للمجتمع بشكل أكثر واقعية والتعامل معها بفاعلية أكبر طبعا والتنسيق بين حاجات الأفراد في المجتمع وبين الموارد والإمكانات المتاحة وتصنيف هذه الاحتياجات بحسب أهميتها وأولويتها كذلك التأثير الإيجابي على الرأي العام بما يحقق نشر الوعي بأهمية تنمية وتنظيم المجتمع ودعم مشروعات وبرامج التنمية الاجتماعية عموما والتنمية البشرية المستدمة على وجه الخصوص طبعا هناك عدة أغراض أغراض أساسية لتنمية وتنظيم المجتمع يمكن أن نلخصها فيما يلي غاية أكيد تنمية وتنظيم المجتمع الغاية الأولى هي القضاء على التخلف على مسببات الأمراض الاجتماعية ثانيا تحقيق مستويات مناسبة للمعيشة يعني يعيش الأفراد بشكل عام في مستويات مناسبة لا يكون هناك الفروق أو الهوة الكبيرة بين الغني والفقير لا يكون هناك تقارب في المستويات تفعيل دور المواطنين أجل المشاركة الفاعلة في صنع التقدم وقهر التخلف طبعا لماذا دور المواطنين هو أهم جدا لأننا نعمل في هذه الحالة على الخلية الأولى في المجتمع التي تبدأ من الأسرة إلى الحي انتقالا إلى الجماعات والزملاء في العمل وانتهاءا بذلك في المجتمع لذلك كان لابد من التركيز على دور المواطنين في صنع التقدم وقهر الأمراض الاجتماعية الموجودة في هذا المجتمع كذلك استثمار موارد وإمكانيات المجتمع مع ضمان حق الأجيال القادمة فيها والوصول إلى أقصى درجات الاعتماد على الذات القضاء على التبعية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا السياسية طبعا القضاء على التبعية الاقتصادية والاجتماعية بذلك نقضي على التبعية السياسية لأنها مرتبطة معها التبعية الاقتصادية لدول مجاورة أو التبعية الاقتصادية لأنظمة معينة حتى لو كانت ضمن الدولة التعبئ الواعية والجادة لقوى المجتمع البشرية وإمكاناته ننتقل بعد ذلك إلى مبادئ تنمية وتنظيم المجتمع كنا رأينا هناك مجموعة من المبادئ فيما يخص الأفراد والجماعات ولكن ماذا عن مبادئ تنمية وتنظيم المجتمع هل هي مختلفة أو مشابهة لتنمية وتنظيم الأفراد وقع هناك اختلاف واضح فالاستثارة هي أول هذه المبادئ فجملة المبادئ تبدأ بالاستثارة وفيها يعمل الأخصصاء الاجتماعي لاستثارة المواطنين وتحفيزهم للعمل الجاد للقضاء على ما يواجههم من مشاكل ورفع مستوى معيشتهم كذلك تشجيع المشاركة الشعبية طبعا تشجيع المشاركة الشعبية في تنمية وتنظيم المجتمع حتى يزداد الحماس ويقوم الإحساس بالمسؤولية والجماعية والإيمان بالعمل وذلك طبعا لأن الناس هم أقدر على فهم مشاكلهم وتقدير إمكاناتهم ولا يستطيع أحد أن ينوب عنهم في ذلك كذلك التقبل والتوجيه وهذا مبدأ يعني أن يبدأ الأخصصاء الاجتماعي من المجتمع بالوضعية التي هو عليها محاولا تحريك وتغيير الوضع الراهن وفقا لخطط محددة وبرامج مناسبة دائما يجب أن نبدأ في التغيير من المكان الذي وصلنا إليه أنا لسنا بحاجة دائما إلى أن نعود إلى أساس سابق لأن المجتمعات لا تحتمل الكثير من الوقت أيضا البدء مع وجود الاستعداد لدى الأفراد للمشاركة في تنفيذ البرامج والمشروعات تنظيم العمل وفقا لأولويات المحددة والمراحل التنفيذية المعتمدة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص التقويم المستمر للوقوف على الإيجابيات ورصد السلبيات طبعا الوقوف على الإيجابيات أي تعزيز هذه الإيجابيات رصد السلبيات وبالتالي إعادة التفكير والنظر في السلبيات ومحاولة تجاوزها في مرات قادمة أخيرا الاستعانة بالبحث العلمي للوقوف على حجم وطبيعة ما يواجهه المجتمع من إمكانيات بشرية ومادية للاختصاص الاجتماعي أو الأخصائي الاجتماعي دور في تطبيق تنمية وتنظيم المجتمع طبعا له دور فاعل حيث يطلق على الأخصائي الاجتماعي في طريقة تنمية وتنظيم المجتمع اسم المنظم الاجتماعي الذي يتحدد دوره وفقا لطبيعة ومهام ومسؤوليات المؤسسات أو التنظيمات التي تعامل معها وتبعا لذلك فأن مسؤولياته ودوره هو على النحو الإرشادي التالي أولا البحث والدراسة والتمحيص للتعرف على مشاكل المجتمعات وتحديد طبيعتها وأسبابها وتداعياتها لا يمكن الأخصائي الاجتماعي أن يعمل بمفرده بل عليه الاستعانة بالمجتمع المدني بكل أفراده وهيئاته الرسمية والأهلية التعرف على قيادات العمل الاجتماعي بمفهومها الواسع للتعاون معها في برامج تنمية وتنظيم المجتمع العمل وفقا لخطة محددة المعالم والأهداف والخيارات كذلك توسيع داءة العلاقات العامة لتبسيط الإجراءات العلاقات العامة لأننا نتحدث بشكل عام عن مجتمع عن تنمية المجتمع وتنظيمه كذلك القيام بالتنسيق بين خدمات القائمة لتلافي أوجه الازدواجية والتكرار وهدر الإمكانيات من حيث المشاريع الاقتصادية من حيث حتى التعامل مع الأشخاص والأفراد بشكل عام كذلك العمل على رفع معدلات الأداء للقائمين على تنفيذ البرامج بالاستعانة بالأساليب المتطورة والأجهزة الفنية المتخصصة والتدريب المستمر طبعا كل ذلك من خلال وضع برامج ومناهج تعمل من أجل تطوير المجتمع القيام بتسجيل وتوثيق كافة ما يقوم به الأخصاء الاجتماعي من إجراءات وخطوات عملية وحصر أوجه القوة والضعف في معدلات أدائه القيام بعمليات المتابعة والتقويم للتأكد من سلامة الإجراءات والإيجابية العمل وتلافي السلبيات ما هو دور الاختصاص الاجتماعي في طريقة التنمية وتنظيم المجتمع طبعا حدد أحد الاختصاصين دور الاختصاص الاجتماعي في طريقة التنمية بأنه موجه يؤثر على الرأي العام ويوجهه نحو هدف معين كذلك هو معبئ لطاقات المجتمع المادية والبشرية أيضا معاون للمجتمع في وضع المخطط وتنفيذه مراقب ومتابع مقيم عمليات التنفيذ طبعا للاختصاص الاجتماعي في طريقة التنمية وتنظيم المجتمع عبء دور كبير وعمله أكبر من عبء عماله مع الأفراد لأنه يتحدث إلى مجموعة سوف يراعي أيضا الفروق الفردية في هذه المجموعات سوف يقع عليه عبء الإقناع بالأفكار التي يحملها والتي غايتها تنظيم المجتمع بشكل عام طبعا طلابنا الأعزاء بذلك نكون قد أنهينا حديثنا في طريقة تنمية وتنظيم المجتمع لننتقل في حصصنا القادمة إن شاء الله لمراجعة الفصل الثالث الذي كنا قد بدأناه في حصص سابقة نراجعه تفصيلا أتمنى أن تقوموا بمراجعة دروسكم من أجل متابعة هذه الحصص بإذن الله ومن ثم نكون مساعدين للانتقال إلى مجموعة الاختبارات التجربية أتمنى أن تكونوا طلبنا الأعزاء قد استفدتم من المعلومات التي عرضناها عليكم لهذه الحصة ونتمنى لكم التوفيق في حصصنا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا